بسم الله نبدأ دائما وأبدا وبحمد الله ننتهي إن شاء الله أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان أهلا بكم في لقاء جديد مع الموضوع الثالث من موضوعات القواعد النحوية العطف نيجي نشوف مع بعض أول حاجة لازم نعرف العطف ده هو إيه؟ بنقول إن العطف هو اتباع لفظ بلفظ آخر بواسطة حرف من حروف العطف يبقى العطف في مجمله هو اتباع لفظ بلفظ آخر بواسطة إيه بقى؟ بواسطة حرف من حروف العطف تعالوا نشوف مع بعض المثال اللي هناخده دلوقتي كرمت المدرسة محمدا وخالدا كرمت المدرسة محمدا وخالدا تعالوا نشوف مع بعض تفصيل هذا المثال معانا حرف الواو ده بنسميه إيه؟ بنسميه حرف عطف يبقى دلوقتي احنا شفنا اهو حرف الواو اللي قدامنا اللي واقع بين محمد وخالد ده اسمه حرف عطف طيب معانا دلوقتي خالد ده بقى اللي بنقول عليه اتباع لفظ بإيه؟ ده لفظ آخر اللفظ اللي قبله خالد ده بقى بنسميه إيه؟ معطوف طيب آخر حاجة محمدا ده بسميه بقى معطوف عليه يبقى الثلاث كلمات الملونة دي هي اللي بقول عليها اسلوب العطف يبقى مكونة من كلمتين بينهما حرف عطف اتباع لفظ خالد بلفظ آخر محمد بواسطة حرف من حروف العطف الواو حرف عطف و خالدا معطوف علشان عطفت عليه مين؟ محمدا يبقى كرمت المدرسة محمدا وخالدا يبقى انا عطفت بدل ما اقول كرمت المدرسة محمدا واجي في جملة تانية هقول كرمت المدرسة خالدا لا انا ضمت الاثنين مع بعض عطفت خالد على محمد يبقى خالد معطوف محمد معطوف عليه وما بينهما هو حرف العطف طيب يبقى اسلوب العطف بتاعي بيتكون من ثلاث حاجات اساسية زي ما احنا شايفين على اليمين المعطوف عليه في النص حرف العطف على اليسار المعطوف يبقى اسلوب العطف بيتكون من ثلاث اجزاء اساسية المعطوف عليه حرف العطف المعطوف طب المعطوف عليه بقى بقول يعرب حسب موقعه في الجملة يبقى زي ما هو جاي في الجملة بيعرب يعرب فاعل يعرب مفعول يعرب مبتدأ يعرب مضاف يعرب اسم مجرور على حسب ما هو جاي في الجملة بيستيغل اللي هو جاي فيها المعطوف بقى بقول بيتبع المعطوف عليه في الإعراب يعني إيه يتبع يتبع يعني بيقلده لو كان المعطوف عليه مرفوع يبقى المعطوف زيه مرفوع لو كان المعطوف عليه منصوب يبقى المعطوف زيه منصوب لو كان المعطوف عليه مجرور يبقى المعطوف زيه مجرور حروف العطف بقى قال لي في منها حروف بتعمل بدون شروط وقال لي في منها حروف بتعمل شروط يبقى حروف العطف عبارة عن جزئين يا إما مجموعة تعمل بدون شروط يا إما مجموعة أخرى تعمل بشروط حروف العطف اللي بتعمل بدون شروط عبارة عن إيه؟ بقول إنها تفيد المشاركة في الحكم والإعراب وتعطف المفردات والجمل تعطف هذه الحروف لفظ على لفظ أو جملة على جملة أول حاجة نشوف اللي بدون شروط زي إيه زي و ومعها ف ومعها ثم وآخر واحدة معايا أو يبقى حروف العطفة التي تعمل بدون شروط أربعة و ف ثم أو تعالوا بقى نشوف الحروف التي تعمل بشروط بنقول أنها تفيد المشاركة في الإعراب فقط دون الحكم وبتختص بعطف المفردات فقط يعني ما لناش دعوة بها خالص في الجمل على عكس مين الحروف التي تعمل بدون شروط بتعطف مفردات وجمل دي بقى اللي بتعمل بشروط بتعطف مفردات فقط وبتفيد المشاركة في الإعراب دون الحكم على عكس التي تعمل بدون شروط بتفيد المشاركة في الحكم والإعراب معا زي إيه بقى قصة معايا لا بل لكن يبقى الحروف التي تعمل بدون شروط وفا ثم أو الحروف التي تعمل بشروط لا بل لكن يبقى كلهم على بعض سبع حروف للعطف أربعة تعمل بدون شروط وثلاثة تعمل بشروط تعالوا نشوف أمثلة عندي الأمثلة اللي قدامي دي أنا مطلوب مني أني أنا أطلع المعطوف عليه أطلع المعطوف وأشوف معنى الأداة الموجودة في المثال وأشوف حكمها نشوف المثال الأول مع بعض وبقول حضر المدير والمعلمون دايما لما نشوف حرف من حروف العطف وأنا مغمض عيني الكلمة اللي قبل حرف العطف بسميها معطوف عليه والكلمة اللي بعدها بسميها معطوف يعني بص معايا في هذا المثال المعطوف عليه المدير المعطوف عليه المدير طب والمعطوف المعلمون حرف العطف فين اللي هو و اللي واقع بين المدير والمعلمون واللاحظ هنا مع بعض المدير اسم مفرد علشان كده جاي في حالة رفع ليه علشان احنا قلنا المعطوف عليه بيعرب حسب موقعه في الجملة طيب حضرة ده فاعله الماضي من الذي حضر المديره يبقى ده فاعل مرفوع بالضمة ده اسمه ايه؟ فاعل مرفوع بالضمة طب لما ييجي بقى الاسم المعطوف اللي بييجي بعد حرف العطف بلاقي المعلمون اسم جمع تمام؟ جمع مذكر سالم يعربه ايه بقى؟ معطوف مرفوع بالواو تمام كده؟ ليه لأنه جمع مذكر سالم يبقى الاسم اللي واقع قبل حرف العطف مرفوع والاسم اللي واقع بعده مرفوع طيب نشوف المثال التاني دخل الرئيس فالوزراء دخل الرئيس فالوزراء الرئيس هو المعطوف عليه تمام كده؟ وجاي برضو فاعل مرفوع فالوزراء الوزراء اسم جمع جمع تكسير برضو تعرب ايه بقى؟ برافو عليكم معطوف مرفوع يبقى المعطوف هنا الوزراء المثال اللي بعد نزرع القمحة ثم الأرزة نزرع فعل ها؟ برافو عليكم أحسنتم فعل مضارع طيب من الذي يزرع؟ نحن يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن القمحة مفعول به منصوب أحسنتم قص معايا هنا المعطوف عليه القمحة ثم هي أداة العطف وما بعدها معطوف الأرزة يبقى منصوب ومنصوب طيب الجملة الأخيرة أو المثال الأخير بقول نسافر بالقطاري أو الطائرة حرف العطف التاعي طبعا أو أداة العطف أو وما قبلها معطوف عليه برافو القطاري ليه؟ علشان جاي قبلها حرف جر يبقى ده اسم مجرور برافو عليكم طب الاسم اللي ييجي بعدها بقى بقول عليه معطوف اللي هي إيه؟ الطائرة تي برضو جاي مجرور تعالوا نشوف بقى معنا كل أداة من هذه الأدوات اللي جات معنا في هذه الأمثلة أول أداة اللي بقول عليها وبتفيد الجمع جمع ما بين المدير والمعلمون وبدون ترتيب يعني ولا تشترط الترتيب يعني ممكن أقول حضر المعلمون والمدير يبقى دي بتفيد الجمع طيب الأداة اللي بعدها ف بتفيد حاجة اسمها الترتيب والتعقيب الترتيب يعني من دخل في البداية الرئيس وراه على طول دخلوا مين؟ الوزراء يبقى هنا بتفيد ترتيب يعني الأول دخل الرئيس وبعد منه الوزراء والفاء هنا بتفيد السرعة اللي هي التعقيب يعني دخلوا في ظهره على طول طيب كلمات ثم الأداة الثالثة دي بتفيد بقى إيه؟ الترتيب مع التراخي هو الأول بنزرع الأمح وبعدها بفترة تمام؟ بنزرع مين؟ الأرز بعد ما بنلم محصول الأمح نيجي نزرع بقى مين؟ الأرز آخر أداة معايا اللي هي أو دي بقى بتفيد التخيير يعني بقى بقول بنسافر بالقطار أو الطائرة استحالها هنركب لتنين في وقت واحد يا إما ده؟ يا إما ده؟ تمام كده؟ يبقى أو بتفيد التخيير حكم هذه الأدوات كلها بقى احنا قلنا إن هذه الأدوات الأربعة و ف ثم أو بقول عليها حروف عطف تعمل بدون شروط تعالوا نشوف حكمها بنقول فيها أن المعطوف اللي هو الاسم اللي جاي وراها بيشارك المعطوف عليه في الحكم والإعراب والأدوات بتعطف مفردات وجمل تمام كده؟ تعالوا نشوف مجموعة الأمثلة الأخرى اللي قدامنا أول مثال أحترموا الصادقة لا الكاذبة الأداة الملونة هي أداة العطف تمام؟ طيب قلنا الاسم اللي جاي قبلها معطوف عليه الاسم اللي جاي بعدها معطوف نشوف مع بعض المعطوف عليه في هذا المثال أحسنتم الصادقة وهنا جاي منصوب لأنه في موقع مفعول به أحسنتم المعطوف بقى اللي هي مين؟ الكاذب دي معناها إيه كده؟ نفهم من الجملة دي إيه؟ أني أنا باحترم الصادق ولا أحترم الكاذب يبقى بثبت المعنى أو بثبت مضمون الجملة في الاحترام على الصادق وبنفيه عن الكاذب تمام؟ بص بقى المثال التاني ما صادقت منافقا لكن مخلصا المعطوف عليه منافقا اللي جاي قبل الأداء والمعطوف رفع عليكم أحسنتم مخلصا فبنفهم من الأداء دي إيه؟ نفهم من هذه الأداء أنها بتنفي المعنى معنى المصادقة في هذه الجملة عما قبلها وبتثبت لمن بعدها كمان كده عكس كلمة لا طيب نشوف المثال اللي بعد كده ما آمنت بالخيال بل الواقعي سمعي بقى المعطوف عليه الخيال وجاية مجرورة علشان قبلها حرف جر اللي هو الباق والمعطوف برافع عليكم الواقع بل في هذا المثال ما آمنت بالخيال بل الواقع بتنفي المعنى عما قبلها وبتثبت لما بعدها بصي بقى معي المثال الأخير يتفوق الزكي بل المجتهد المعطوف عليه الزكي والمعطوف المجتهد بصي بقى معي في هذه الأمثلة في المثال الأول أداة العطف اللي أدامي لا معنى إيه قالك تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها يبقى أنا باحترم الصادق ولا أحترم الكازب إثبات الحكم لما قبلها الصادق وتنفيه عما بعدها الكازب طيب كلمة لكن السكون خلي بالنا بقول بتنفي الحكم عما قبلها يعني أنا ما صاحبتش منافق لكن صاحبت مين صاحبته مخلص وتثبته لما بعدها يبقى عكس كلمة لا لكن تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها طيب تعال نشوف بل جايبينها لك في مثالين المثال الأول معناها إيه بتنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها زي لكن بالزبط يعني كان ممكن أقول ما آمنت بالخيال لكن الواقعي في المثال بتاع لكن ما صادقت منافقا بل مخلصا كمان طيب إيه بقى حدوث بل في المثال الأخير شايفين معناها إيه بقى الإضراب كلمة الإضراب هنا بمعنى إيه إن أنا قلت جملة قلت يتفوق الزكي بل المجتهد يعني كل مجتهد زكي ولكن ليس كل زكي مجتهد أخدي نبالكم من المعنى أي إنسان زكي لازم يبقى بالضرورة مجتهد لا في أسكياء مش مجتهدين طيب لكن المجتهد لازم يكون زكي يبقى أنا قلت جملة دي معنى كلمة الإضراب قلت جملة ورجعت فيها قلت لا ده المجتهد هو اللي بيتفوق مش الزكي بس يبقى يتفوق والزكي بل المجتهد يبقى ده معناه إضراب تعالوا نشوف حكم هذه الأدوات السلاسة لا لكن بل ما حكمها تختص بعطف المفردات والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب ويخالفه في الحكم كمان كده تعالوا نشوف بقى مجموعة من الملاحظات لازم نخلي بالنا منها كويس جدا لكن قال لي كلمة لكن بسكون النون ده حرف عطف علشان فيه نفس الحروف دي ولكن ليست بسكون شايفين لكن من يقول لي لكن دي كانت تبع مين أيوة برافو عليكم أحسنتم لكن بتشديد النون حرف ناسخ من أخوات إن برافو عليكم طيب تعالوا بقى بصت معايا في هذه الملاحظة عند العطف بي لكن وبل ولا يشترط في المعطوف والمعطوف عليه أن يكون متغيرين يعني إيه متغيرين يعني مختلفين ما ينفعش أستخدم حرف من حروف العطف هذه لكن أو بل أو لا ويكون اللي قبلها زي اللي بعدها ما ينفعش وعلى بص معايا هنا الأمثلة لا يصح أن أقول ذاكرت القواعد لا النحو إيه ده ثم القواعد هي هي النحو يبقى الكلام ده ينفع لا يجوز طيب لا يصح أن أقول أيضا لا تشهد زورا بل كذبا إيه ده يعني أنا مش هدش يزور لكن أشهد بالكذب طيب مزدور هو هو الكذب يبقى الكلام ده لا يصح لا يصح كمان إني أقول لا تصادق الكاذبة لكن الخائنة طيب الاتنين وحشين الكاذب وحش والخائن وحش هو فيه محد أحسن من التالي يبقى هنا المعنى لا يفوز الكلام ده ما يصحش تمام يبقى كلمة لكن بل لا لازم المعطوف يكون مختلف عن المعطوف عليه يكون عكسه يعني في المثال الأول هقول هقول ذكرت القواعدة لا الحسابة لا تشهد زورا بل حقا أو صدقا لا تصادق الكاذب لكن الصادق فهمنا يبقى المعطوف لازم يختلف عن المعطوف عليه مع استخدامنا لأدوات العطف لكن بل لا القاعدة بتاعت بقى في هذا الموضوع بقول العطف هو اتباع لفظ بآخر بواسطة أحد حروف العطف ويتكون من حرف العطف اللي جاي قبل منه معطوف عليه واللي جاي بعد منه ما بقى حروف العطف بتعمل بدون شروط وبتعمل بشروط مجموعة الحروف التي تعمل بدون شروط وتفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم بدون ترتيب ف بتفيد الاشتراك في الحكم مع الترتيب والتعقيب ما فاش تأخير سرعة ثم بتفيد الاشتراك في الحكم مع الترتيب والتراخي هنا بقى فيه تأخير أو بتفيد الشك أو التخيير بين شيئين أو أشياء عديدة يبقى دي الحروف التي تعمل بدون شروط تعالوا نشوف بقى الحروف التي تعمل بشروط لا تفيد إثبات الحكم للمعطوف عليه وتنفيه عن المعطوف ولا بد أن يكون المعطوف عليه مسبة كلمة لقبلها طيب بل قال لك دي تفيد الإضراب عن الحكم السابق لها وإثبات حكم جديد لما بعدها إذا كان الكلام قبلها مسبة وبتفيد نفي الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها إذا كانت الجملة قبلها منفية تمام كده آخر أدام عاية في الحروف التي تعمل بشروط لكن بنقول تفيد الاستدرك وهو نفي الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها ولا بد أن يسبقها نفي أو نهي لازم تمام تعال نشوف نموذج إعرابي المصريون مبدعون ومثقفون المصريون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جامع مذكر سالم مبدعون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جامع مذكر سالم وبقول بن قسن معطوف عليه وحرف عطف مثقفون اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جامع مذكر سالم نشوف مثال آخر ذاكرت القراءة آتا ثم العلوم ذاكرت ذاكر فعل ماضي والتا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل القراءة القراءة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ثم حرف عطف مبني على الفتح العلوم اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة نشوف آخر مثال في النمازج الأعرابية سلمت على المعلم فالتلميز سلمت سلم فعل ماضي والتا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل على حرف جر المعلم اسم مجرور بحرف الجر على وعلامة جره الكسرة وبين قسين معطوف عليه فا حرف عطف مبني على الفتح التلميز اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة تعالوا نشوف مع بعض بقى تدريبات اللي احنا مجهزينها عن هذا الموضوع العالم كله يهتم بالمستقبل وترسم كل دولة تطورها في خطط تنوع في آمادها وتحركنا المقبل ينبغي أن يكون في اتساعه أكثر في مختلف مجالات التقدم والبناء وهذا يجعلنا محتاجين إلى الأخذ بمبدأ التخطيط فكلما أخذنا بالمبدأ ازدادنا تقدماً وازدهاراً كله اعرب الكلمات الملونة كلمة كله بقول عليها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم يكون فاعل مضارع منصوب لازم أقول بعد أن تمام كده شايفين الجملة ينبغي أن يكون فادي بقول عليها فاعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة لأن أن من أدوات النصب محتاجين مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه ألياء لأنه جمع مذكر سالم طيب استخرج بقى من هذه الفقرة حرف عطف يفيد الاشتراك في الحكم ايه الحرف اللي بيفيد الاشتراك في الحكم؟ أحسنتم برافا عليكم و طيب المعطوف والمعطوف عليه المعطوف الكلمة اللي بعدها والمعطوف عليه الكلمة اللي قبلها برافا عليكم يبقى البناء والمعطوف والمعطوف عليه التقدم فعل مبني أخذنا فعل معرب يهتم برافو عليكم معطوف منصوب سمعي هنا هو ازدهارا طيب عايز معطوف مجرور اللي هي ايه بقى البنائي برافو عليكم طيب لكن بدلا من لا جايب لك مثالين انتصر الحق للباطل شيل لا وحط لكن المصريون متقدمون لا متأخرون تعال نشوف المثال الاول لما اشيل كلمة لا وحط لكن بص بقول ايه بقى لم ينتصر الباطل لكن الحق ليه علشان لكن لازم جملة اللي قبلها تكون منفية تمام كده طيب المصريون متقدمون لا متأخرون بص بقى باشيل لا وحط لكن مكانها وبنفي ما قبلها ليس المصريون متأخرون لكن متقدمون ايه رأيكم في الجملة دي بص معايا في كلمة متأخرون وبص معايا في كلمة متقدمون ايه رأيكم هذه الجملة صحيحة في الصياغة بتاعتها انا جبت الجملة منفية قبل لكن وحطيت لكن مكان لا يبقى كده صح خلي بالكم في بقى حت التكات صغيرة بقول الجملة دي خاطئة علشان المفروض اقول ليس المصريون متأخرين لكن متقدمين طب ليه خلتها هنا يقونون مع ان هي في اصل الجملة كانت وونون علشان انا جبت ليس وليس من اخوات مين برافو عليكم احسنتم من اخوات كان جميل طيب جملة تانية او قطعة تانية بقول فيها لو اتيحت لك فرصة وجاد الزمان فاصبحت كيميائيا بارعا ثم جاءتك فرصة اخرى لاستفر الى اوروبا او امريكا في منحة دراسية واستطعت ان تحقق اوسع شهراء علمية وفزت باكبر الجوائز هناك بل فزت بجائزة نوبل فهل تهجر وطنك انك ان فعلت فانك لم تهجر وطنك لكن نفسك عمر وطنك لا وطنة غيرك كلمة فرصة من الكلمات المطلوب اعربها بقول عليها نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم كيميائيا برافو عليكم اصبحت انت كيميائيا يبقى خبر اصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة شهرة برافو اوسع شهرة مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة استخرج بقى حرف عطف بيفيد الاستدرك برافو احسنتم لكن جميل المعطوف الكلمة اللي بعدها اللي هي كلمة ايوه نفسك والمعطوف عليه الكلمة اللي قبلها تبقى وطنك برافو عليك طلع علي فعل مبني جادة فعل ماضي برافو فعل معرب تحقق اسم مبني ذلك اسم اشارة اسم معرب الزمان يميل جدا تعال اشوف معايا هنا بقى ضع كلمة لكن بدلا من لا نحب العدلة لا الظلم شيل لا وحط لكن بس قبل ما حط لكن لازم اخلي الجملة قبلها ايه رفع عليك لا نحب الظلمة لكن العدل الجملة اللي قبلها منفية تمام ضعوة بدلا من لاك وغير ما يلزل انك لم تهجر وطنك لكن نفسك تعال هنا بص معايا انك هجرت وطنك و نفسك بكده تبقى حصتنا انتهت اترككم في رعاية الله وامنه والصاكم دائما على خير باذن الله اشتركوا في القناة